الحمد لله الحمد لله والعبد لله وما توفقه إلا بالله والصلاة والسلام على الرحمة المهدى والنعمة المسدى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى وبعض إخواني العزاء حضرات السادة والعلماء والأئمة والمثقفين والباحثين بيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنه لشرفٌ عظيمٌ لي في هذه الأمسية المحمدية المباركة أن أجتمع بكوكبةٍ نيَّرةٍ من العلماء والمثقفين والمفكِّرين احتفالًا واحتفاءًا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهارًا للمحبَّة والسُّرور بيوم موجده الذي من خلاله تحرر الإنسانية جمعه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون موضوع محاضرتنا اليوم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على ضوء الكتاب والسنة وتعاليم الشيخ رضي الله عنه وقبل الخوض في الحديث لابدَّ لنا أولًا من معرفة معنى الدعوة فكلمة الدعوة ورد في القرآن بمعانٍ عدَّة منها الطلب والنداء والسؤال والحث والتحريد والاستغاذة والأمر والدعاء كلُّ هذه المعاني على تعدُّدها تعود إلى أصلٍ واحدٍ وهو الطلب واصطلاحًا هي الضوابط الكاملة للسُّلوك الإنساني وتقرير الحقوق والواجبات مع الاعتراف بالخالق والبرِّ بالمخلوق وقيل هي الحث على فهل الخير والتناب الشرِّ والأمر بالمعروف والنها يعني المنكر فالدعوة لها مكانةٌ عظيمةٌ في الإسلام بل هي أفضل ما يُمكن للعبد القيام به بدليل قوله تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين فهي أساسٌ من أُسُس انتشاره ورقٌ من أركان قيامه فلولا الدعوة لما قام هذا الدين ولن تشر في العالم بأسره فمن خلالها فقد يتأكد للإنسان أن الشرائع كلها تدوء إلى أمرين تعظيم الخالق والإحسان بالمخلوق كما نصَّ بذلك شيخ الإسلام وبركة الأنام في خطبته جذب الأحباب إلى حضرة رب الأرباب التي ألقاها في مدينة كادونة نيجيريا عام 1391 إذ يقول كل الرسل اجتمعوا على شيئين كل الشرائع تتضمن هذا الشيء الأول تعظيم الخالق جل وعلا والثاني الشفقة على الخلق وأما السُّبُل لتحقيقها فهي مختلفة باختلاف الثقافات والأعراض فكل داعٍ له منهجه الذي يسلُكه في طريق دعوته إلى الله تبارك وتعالى كما أن المدعوين مختلفين ومتفاوتين عقلاً وتفكيراً والشخص إذا اختاره الله تبارك وتعالى لتبليغ أمرٍ ما لابدَّ له أن يميِّز بين المريض والمُنكر والحاسد والجاهل إلى آخره أما المواضع التي يجب أن يهتم بها الداعي من خلال دعوته مختلفةٌ ومتنوعةٌ باختلاف الثقافات والطبقات والأعراض كما أسلفنا فالداعي الأفريقي مدعون إلى التفكُّر في مواضع ذات أهمية لمجتمعيه وأبناء جنسه ويؤكِّد ذلك قول الشيخ الإسلام رضي الله عنه إذ يقول وأنا أعرى أن المسلم الأفريقي مدعون إلى أن يفكِّر في موضوعات ذات أهمية ملموسة فأمامه مشاكل معقدة في مياد الفكر والثقافة والاجتماع والاقتصاد والسياسة والمسلم الأفريقي مدعون إلى أن يأخذ معارك الجهاد الأكبر لوقاية نفسه وأهله من النار وليستمر تقدمه الروحي وليزداد إيماناً مع إيمانه فعليه أن يقوم بالدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ليهدي الله به من حوله من الوثنيين ومن تخطفهم المسيحيون من الأفارقة بل وغيرهم وليهدي الله به الشاردين أبناء المسلمين الذين هجروا المساجدة ومدارس العلم وانحرفوا مع الطيار الضوام الوافد من إثريقيا وأمريكا بأشكاله المتعددة وتخطيطه المحكم الخدّاع والصفات التي لا بد أن تتوفر في الداعي الناجح أولها العلم فالعلم هو أول خطوة في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لأن مادة الدعوة العلم والذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى بدون علم بكل تأكيد إفساده أكثر من إصلاحه في الشريعة الإسلامية لا تجيز أبدا للإنسان أن يعيض موعظة فارغة من العلم قال تعالى وليس المقصود أن يكون الداعي متمتعا وملما بكل ما بالإسلام من أحكام فإذا أنه لا بد أن يكون خبيرا بالمادة التي يدعو إليها ومتمتعا بمعرفة سليمة صحيحة فقد بوَّب الإمام البخاري أحدى أبواب كتابه صحيح البخاري بباب العلم قبل القول والعمل مؤكدا أن مرتبة العلم مقدمة على القول والعمل فلا يُعتبران إلا به لأنه شط في صحة القول والعمل قال تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستوهر لذنبك ولا يكون الدعية إلى الله مستقيما حكيما إلا بعلمي شرعي وإليه يشير شيخ الإسلام في إحدى رسائله بأن مشاكل بعض الدعاة في إفريقيا يتلخص في أمرين عدم الكفاءة العلمية للبعض وتطاول البعض على تراث الأمة وصلحائه وأئمته ونص قوله وأمام المسلم الإفريقي مشاكل في محيط الدعوة الإسلامية بالذات لوجود بعض الدعاة الجاهلين المتشبعين بما لم يعطوا وبعض العلماء الدعاة الذين يجرؤون العامة على التطاول على تراث الأمة وعلى صلحائه ثانياً وقد له من بناء صلة مع الله تبارك وتعالى تأمَّل أخي قول الله تبارك وتعالى فالذين يُبلِّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله فرغم كثرة الصفات التي يجب على داعية أن يتصف بها لم يمدحوا القرآن إلا بصفة واحدة وهي الشجاعة لأن الداعية إذا خاف أحداً غير الله سقطت الدعوة وفسدت لأنه عندئذ سيسكت عن الحق تملُّقاً وسيتكلم بالباطل طمعاً وخوفاً وعياذ بالله رابعاً الحكمة وهي من الصفات التي لا بد للداعية بها لأنها جوهرٌ ثمينٌ في هذا الميدان وعلى قدرها تتجاوب النفوس وتتفاعل فربحاً من فكرٍ سليمٍ نقيٍ حجبه عن توصيل أفكاره للخلق طريقة تسليمه فالحكم وحده الذي يعرف كثير التعامل مع كل مخلوقٍ رغم اختلاف عقلياتهم وطبقاتهم ومبادئهم ومن يؤت الحكمة قد أوتي خيراً كثيراً والحاصل أن الحكمة ملمحٌ من ملامح الشخصية الداعية لأنه من خلالها يكون لديه وعيد تام بمتطلبات العصر ووسائله وكل عصرٍ له آلته ووسائله وكل زمانٍ ومكانٍ له طرقه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فبما رحمةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليل القلب لم فضوا من حوله هذا وقد ورد آياتٌ عجيزةٌ لا تعد ولا تحصى تحث على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى منها على سبيل المثال للحصر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ مُفْلِحُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفُرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْكُلِ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْضَرُونَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ وَأُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِي وَمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وأما الأحاديث الدالت عليها فعديدة منها قوله صلى الله عليه وسلم بلِّغوا عني ولو آية فربّ مبلغ أو عام سامع وقوله من دل على خير فله مثل أجر فاعله وقوله والله لن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم كل هذه الأحاديث والآيات تبين فضل الدعوة ومكانتها في الإسلام ويكفيها فضلاً ومكانةً أنها عمل الأنبياء والمرسلين وختاماً أشكر اللجنة المنظمة لهذه المنسيات المحمدية المباركة وعلى رأسها رئيس اللجنة المؤتمرات سيد أحمد بكار والسيد الأستاذ سيدي علين بن الخليفة الحاج عبد الله رئيس اللجنة العلمية الشيخ تجاني بن الشيخ الحاجي بارهام نسف ومن لفى لفهم من من سبقت فيهم العناية جزاهم الله خيراً والسدقين على المنزمة الأعمال والسدقين على الناس والسدقين على المعلومات estéرية كليل والسدقين على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر يأتون أن يكون الأولاد في البيانات وتعالي أن يكون الأولاد في مؤشرية علم فريق المسيح لأن يكون هذا البيان لأسفن يقولون إن إسافعماً في البيانات والأسفن أن يكون تتكّرية من يكون الأطفال ذلك لو تماماً عن عدد من البيانات والإسراء ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر